السيد النائب محمد عباسي وبعده السيد النائب محمد شعلا شكرا سيد الرئيس معالي الرئيس نكون من التفايل ان الحكومة دي اخدت دعم واخدت مقاومات للنجاح ما كانش موجودة لأي حكومات تانية اترافع الدعم اترافعت الدرائب اترافع سعر المحروقات والمواصلات وتم الاقتراض من الخارج لدرجة مخيفة اذا لابد من الحفاظ على فقراء هذا الشاعر لو كل وزير من اللي قاعدين ديقول شاف مهامه ونزل وسط الشاعر هيعرف الحقيقة اللي هو ما يعرفهاش غير بالمعلومات اللي بتقوله هو وقعد في التأكيد في مكتبه معالي وزير التنمية المحلية تعرف ايه عم مجالس المدن والمحافظين اللي عملوا المحافظات عيزب لو تكرمت عملوا المحافظات يا سياط الرئيس عيزب بيجيب صاحبه سكرتير عام وصديقه سكرتير مساعد واللي كانوا يشتغل معا زمان رئيس مدينة واحلى اللي بنعاني واحلى اللي بندفع الضريب والوزير ما بيستجيبش معالي وزير المالية حضرتك عملت ايه في الدين الخارجي يا معالي الرئيس معالي وزير المالية عمل ايه في الدين الخارجي المتضخم والدين الداخلي حضرتك قدرت اصول الدولة ازاي وعظمت من الاسفасть بتاعتك عملت ايه حضرتك في الـ21 المنتدبي للجمارك وما لا تومشوا بالدرجة المالية ليه معالي وزير الكهرباء في ناس من هذا الشعب لا تملك إلا 200 جنيه في الشهر أقسم بإلا 200 جنيه في الشهر هيدفع فاتورة زي 250 جنيه ارحموا هذا الشعب معالي وزيرة السياحة هي بتعمل إيه محندي شايف سياحة في البلد إيه ضرها فلابد أن نقف وقفة حقيقية دكتور علي سيادتك مسؤول أولا أمام الله ثم أمام التاريخ لابد من وقفة حقيقية من أجل هذا الوطن الوزير ينزل المحافظات وزير التموين اللي ماشي يسافي الجلسة ينزل يقف طابور عيش يقف على مكتب تموين عشان يطلع بطاقة ما سابش الجلسة الراجل عنده التزام واستأذنه مش فدكتور علي لابد من وقفة حقيقية أمام الله أولا ثم أمام التاريخ شكرا يا دكتور علي